يواجه الاتحاد الأوروبي كما ذكرنا انتقادات واسعة بسبب البطء وعدم التوازن في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في مختلف دول الكتلة في إطار محاولات تسريع عمليات التطعيم طلق الاتحاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع 104 ملايين جرعة جديدة من اللقاحات هذه الكمية تكفي لتطعيم نحو 28% من مجموع سكان دول الاتحاد من المتوقع وفقا للصفقات المبرمة أن يتسلم الاتحاد 355 مليون جرعة من اللقاح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل تسلم هذه الكمية استخدمت دول الاتحاد 82 مليون جرعة من اللقاح منذ انطلاق عملية التطعيم كما ذكرنا وقع الاتحاد الأوروبي في البداية صفقات للحصول على 600 مليون جرعة من لقاح فايزر بيونتيك وموديرنا لكن هناك عوائق أمام إنتاج هذه الكمية لم تستطع الشركة أسترزينيكا الوفاء بالكميات التي تعاقدت عليها مع المفوضية الأوروبية نشبت خلافات بين دول الاتحاد وبريطانيا صاحبة أسترزينيكا بسبب تأخير في تسليم اللقاح كما علقت بعض الدول التطعيم بهذا اللقاح موقعا بعد تسجيل إصابات بتجلط في الدم إضافة للكميات السابقة تعاقد الاتحاد الأوروبي على لقاحات من إنتاج الشركة جونسون ان جونسون ومن المقرر أن تبدأ الشركة توريد الكميات المتعاقد عليها خلال الربع الحالي من العام إضافة للبطء تتفاوت بعدلات التطعيم من دولة إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي فقد بلغت النسبة 20% في الدنيمار بينما تتدنى إلى 7% فقط في بولغاريا ولاتفيا تسجل هنا بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي قصة نجاح وحيدة في القارة الأوروبية العجوز فقد أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه سيتم تقديم اللقاح لكل من يبلغ 18 عاما وأكثر بحلول نهاية يوليو المقبل يقر إذن الاتحاد الأوروبي بالتأخير في عمليات التلقيح ويراهن على تجاوز ذلك خلال الفترة المقبلة ويقول إنه بالإمكان تلقيحه 70% من الأشخاص البالغين بحلول نهاية الصيف المقبلة